صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب كل واحد وبلده وزي ما اتفقنا النهاردة هيكون اليوم الاول من تحدي سبع سيام اللي اتفقنا عليه الناس اللي ما تعرفش هنزل سبع حلقات وراء بعض كل يوم بيومه عبارة عن ثلاث واجبات وهنحسب مع بعض السعرات اكل لذيذ ومختلف جدا للضيت هتاكلوا وتشبعوا وتاكلوا الحاجات اللي نفسكم فيها ولكن بتكنيك وبطريقتي انا هنحسب مع بعض طبعا السعرات حتى اللي عامل سيوم متقطع هقول ازاي يستفيد من النظام بتاعي النهاردة والبدائل بتاعتم ولكن طلبة منكم انكم تكملوا الحلقة للنهاية لان اخر الحلقة بعد ما خلص نظام الاكل هقولكم على شوية معلومات مهمة جدا علشان تقدروا تنجحوا وتكملوا حاجات لازم ان انتم تعملوها كمان باقي اليوم مع نظام الغذائي ده وشوية معلومات مفيدة جدا فما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تشايروا الحلقة بين اصحابكم ويلا بينا اول ما نسحى من النوم هناخد كبايتين من المياه وده شكل الكباية يعني ما تقولوش كباية صغيرة لا لازم الكباية تكون كبيرة هياخد كبايتين من المياه دول مهمين جدا جدا وما تقولوش مش هقدرين ناخد كبايتين انا ساعت باخدهم غصبا عني ولكن هم بتوع الصباح دول مهمين جدا جدا ممكن اخدهم كمان ان يكونوا دفيين ممكن اضيف عليهم مثلا اللمون لو انا عندي مشاكل مع اللمون او مع المعدة كافي جدا ان احنا نشرب المياه بدون اي اضافات طيب لو انا بتمرن بعمل تمارين رياضية علشان كمان انزل وزني فافضل وقته هو اول ما نسحى من النوم على معدى فاضية نبدأ ان احنا نعمل تمارين بتاعتنا يكون الحرق افضل بكتير لو انا مش من نوع اللي بتمرن خلاص او ممكن ان انا لو انا بتعب من التمرين الصباحية او مريض السكر ممكن بعد وجبة الفطار بساعتين ابدأ اعمل التمرين بتاعي اما بالنسبة لوجبة الفطار بتاعتنا النهاردة هتكون طبق الشوفان انا استخدمت 3 معالق من الشوفان كامل الحبة واستخدمت الكوب من الحليب الحليب بتاعي كان كامل الدسم عادي ممكن تستخدموا اي نوع حليب لو انتم نباتين ممكن حليب اللوز او حليب جوز الهند استخدمت نصف طفاحة مبشورة وبشرتها بالقشر بتاعتها لو مش عايزين القشرة عادي تشيلوها قبل ما تبشروها وحضيف معلقة كبيرة من يعني اقل من الكبيرة بحاجة بسيطة من زبدة الفول السوداني اللي عاوز يستغنع عن معلقة زبدة الفول السوداني براحته واستخدمت كمان رشة من القرفة ما استخدمتش اي محلة لان انا حضيف بعد ما خلص معلقة من عسل النحل لو عاوزين انتم تحلوها مثلا بسكر ستيفيا او عسل نحل او كمان طمر ممكن ممكن تزودو عادي وممكن مثلا تشيلو معلقة زبدة الفول السوداني وتحطو بدلها اي محلة اللي يعجبكم ما عاوزين تعملو بنفس طريقتي هتكون افضل حاجة وعلشان ادعم الوصفة بتاعتي اخدت معلقة من بزور الكتان وطحنتها وحضيفها علشان ازود بقى الدهن الصحية وازود الاميجا السري وازود الفايدة بتاعت الطبق بتاعي غير ان الاضافات دي اللي هي زبدة الفول السوداني وبزور الكتان بيدي شبع فظيع لفترة كبيرة جدا وكمان ضفت ربع معلقة من الفاناليا هقلب المكونات بتاعتي دي كويس جدا ممكن انتم تسيبوها كده يعني لو انتم عاوزين نفس الطريقة ممكن تحضروها من بالليل من غير ما تحطوها على النار او اي حاجة يعني تعملوا نفس المكونات اللي انا عمليها وتسيبوها وتصحوا الصبح تلاقوها جاهزة ولكن انا ساعات بعملها يعني في نفس وقتها بحطوها على نار هادية جدا جدا لغاية ما القوام يتقل زي ما انتم شايفين وما يبانش اللبن ولا بيتبان اي سوائل اللي مش عايزها تكون سميكة كده عادي ممكن تضيفه كمان شوية من الحليب علشان تبقى سيلة شوية بعد بقى ما بخلص الطبق بتاعي وشفتوه شكله جميل حبدأ ان انا احط نص الطفاحة التانية والفواكه دي بقى بتكون اختيارية اي فاكهة عندك حطيها حطي كوي حطي فراولة حطي توت ولكن طبعا بنستخدم الفاكهة اللي مش بتعلي نسبة السكر معانا الفواكه اللي بتكون مسموحة علشان نقدر ننزل وزننا على فكرة ان انتم تبعدوا عن بعض الفواكه حلو جدا لما بتيجوا تنزلوا وزنكم يعني ما تقولوش دي فاكهة او كده لا في بعض الفواكه بيكون فيها نسبة السكر عالية ما ينفعش ان احنا نستخدمها اثناء ما بننزل وزننا وضفت شريحتين كده من الكوي بسيط جدا وضفت معلقة من عصل النحل وضفت حوالي خمس حبات من اللوز لو ما عنديكش اللوز ممكن تستخدمي فول سوداني او جوز او حتى كاجو كل الحاجات الاضافات البسيطة دي ما تستهينيش بيها لان هي بتحسس للشبع يعني بتخليكو شبعانين فترة كبيرة جدا الطبع اللي انتم شايفينه دوت عامل خمسمية وعشرة سعر حراري ما تقولوش سعرات حرارية كبيرة دي كواجبة فطار واجبة فطار حتقعدكم لواجبة الغدا وانتم شبعانين وانا كمان عاوز اقولكم ان انا ما بكملش الطبق ده للنهاية يعني كل مرة بعمل نفس الكمية وفي الاخر بيتبقى معايا مثلا اربع معالق ولا حاجة ما بقدرش ان انا اكملهم شايفين شكل الطبق عامل ازاي واجبة ممتازة جدا لو انا بطمره بعد ساعتين من الواجبة دي ابدأ التمرين بتاعي شوفوا منظر تمرينكم هيختلف مدة التمرين هتكون طويلة لاني الواجبة مشبعة جدا لو انا مريضة سكر اقدر ان انا اخذ الواجبة دي عادي جدا على فكرة الشوفان مفيد لكم اوي بعد الفطار بتاعي هبدأ بقى ان انا عايز اعلي الحرق بقى طول اليوم يعني ما بين الفطار والغدا ابدأ اخذ مشروبات انا هعمل شاي اخدر عملته بنكهة النعناع فيه كمان بنكهة اللمون اشتروا نكهات اللي تعجبكم انا حبيت اوريه لكم عشان للناس اللي بتسألني انا باستخدم نوع ايه صراحة الشاي الاخضر انا باستخدمه اللي هو الليبتون العادي باي نكهة او حتى من غير نكهات ده هيعلم عنا الحرق جدا حلو ومفيد مضادات للاجسادة يحسسكم بالشبع ولكن في حاجة مهمة جدا طول اليوم لازم تقودوا تشربوا في مياه دي المياه بتاعتي اللي انا بحضرها طول اليوم بحب ان انا حط فيها شرائح اللمون دي بقى هتحد من الشهية بالنسبة للناس اللي بتحس بالجوع طول اليوم انا بحط دي قدامي يعني بحضرها وحطها قدامي وطول اليوم بفضل اشرب منها قبل ما ياخد وجبة الغداء اساسي لازم اخد كوباية من المياه اللي انا بعملها سواء حط فيها لمون حط فيها جنزبيل ممكن تحطوا فيها كمان نعناع يعني حاجة فوق الممتازة ولكن حاولوا ان انتم تخلوا ازازة او ازازتين قدامكم صدقوني جربوا الطريقة دي طول اليوم مش هتحسوا بالجوع نهائي هنيجي بقى لوجبة الغداء وجبة الغداء بتاعتنا هتكون عبارة عن انا استخدمت صدر دجاج عبارة عن حوالي 120 جرام استخدمت شوية بقى من المهارات بتاعتي اللي انتم عارفينها بابريكا ملح هملايا في الفلسود وكامان حطيت شوية من الزعتر والتوم البودر هبدأ ان انا اتبل الدجاج بتاعي على فكرة تقدروا تستخدموا الاوراك عادي يعني المتاح عندكم استخدموه ولكن طبعا صدور الدجاج بيكون فيها نسبة البروتين اعلى من الاوراك وكمان نسبة الدهون بتاعتها بتكون اقل هحطها في الفرن ولكن قبل ما حطها استخدمت معلقة صغيرة من زيت اللمون مع عصير اللمون بيدي نكهة وبيخلي الدجاج فضيعة جدا وطعمه لذيذ قوي وعقبال الدجاج بتاعي ما يستوي في الفرن هتاخد حباره عن نص ساعة بس هحضر طبق السلطة الاساسي بتاعي اللي انا هستخدمه في الوصفة استخدمت الخص واستخدمت خيار وضفت فلفل الفلفل ده كان شوية سبايسي حاجة بسيطة استخدمت حوالي معلقتين من الزيتون وكمان ضفت المشروم علشان انا عاوز الوجبة بتاعتي دي بقى البروتين فيها عالي جدا فاستخدمت شوية من المشروم وكمان ضفت حوالي ستين او سبعين جرام من الحمص برضو علشان اعالي نسبة البروتين وده شكل الدجاج بتاعي بعد ما طالع من الفرن هبدأ ان انا اقطعه كده زي ما انتو شايفين وهبدأ ان انا حطه على طبق السلطة اللي انا حضرته على فكرة كل ما تزاوده نسبة البروتين دي حاجة كويسة جدا حاجة كويسة للعضلات حاجة تخليكوا تخصوا اسرع ما تقلقوش ان انتو بتقولوا ان احنا بنحط كمية بروتين عالية او حاجة لا بالعكس ده بيعمل بناء للعضلات وبيخلي نسبة الحرق اسرع كل ما العضلات بتاعتكم تنموا وتزيد كل ما حرق الدهون بيكون اسرع وافضل عملت السوس بقى بتاعي كان عبارة عن نص معلقة برضو من زيت الزتون ومع سوس الليمون وضفته على الطبق بتاعي رشيته برشة من الزعتر انا بحب بتعم الزعتر اوي وكمان حطيت كده يعني ايه رشة بسيطة من السمسم علشان يديني شكل حلو انا بحب كمان اضيف السمسم على اي حاجة السمسم مفيد جدا دهون صحية ويحسسكم بالشبع الطبق ده يحسسكم بالشبع فترة طويلة لانه فيه كمية بروتين عالية الوجبة بتاعت الغداء النهاردة بتاعتنا هنكلها بدون اي نشويات يعني هنكتفي بس بنسبة الكربوهيدرات الموجودة في الحمص لو انا نسبة السعرات بتاعتي باخدها اعلى من اللي موجودة في الحلقة النهاردة عادي جدا ان انا اضيف مثلا ربع رغيف اصمر او واحد من الطوست او ممكن ازود كنوة او ممكن اعمل شوية رز بالطريقة الصحية بعد ما هخلص الغداء بتاعي على طول في خلال خمس او عشر دقايق هياخد كباية من المياه وحضيف عليها معلقة من خل التفاح طبعا انتوا عارفين خل التفاح اللي انا بستخدمه هو عضوي بيكون غير يعني مش متفلتر ولا حاجة بتاعته كامل زي ما هو تشتروه عضوي بعد الوجبة بيعمل عمل حبوب التخصيص اللي هي ناس اللي بيروحوا يشتروها الضرة دي جدا ده بيمنع ان الدهون اللي موجودة في الوجبة تختزن في الجسم بيساعد انه كمان السكر يفضل ثابت في مكانه ما بيرفعش السكر ودي حاجة حلوة جدا علشان ما نحسش بالجوع وحاجة حلوة كمان علشان خاطر الدهون ما تختزنش في الجسم هما بقى بالنسبة للوجبة التالتة اللي هي وجبة العشاء فهي هتكون مجموعة من الفواكه يعني النهار ده هنكون مجموعة من الفواكه استخدمت الاناناس اللي ما عندوش اناناس ممكن يستخدم الكنتالوب واستخدمت حبة من الجوافة طبعا حبة متوسطة ما باستخدمش ما بجيبش دايما اللي هي الفواكه تكون كبيرة قوي بجيبها حاجة ما يكون متوسط استخدمت كمان حبة من اليوصفي وحبة من الخوخ وزي ما قلت كل ده متوسط بحاول ان انا اختار الفكهة اللي ما ترفعش نسبة السكر الفاكهة اللي تكون مفيدة ومليانة بالألياف وحلوة فيه يعني لما نيجي ننزل الوزننا رشية رشة من بزور الشياء بتدي طعم حلو وفيها كمان نسبة يعني مش بطالة من البروتين وبتحسس بالشابعة فترة طويلة الأفضل طبعا في وجبة العشاء ان احنا بناخد فاكهة او طبق صلطة ممكن زبادي معصور على لامون بنحاول ان احنا في وجبة العشاء ناخد حاجات خفيفة جدا ممنوع منعا بتا ان احنا ناخد نشويات في وجبة العشاء الوجبة العشاء دي اتكت عبارة عن 190 سعر حراري وبكده مجمل سعراتنا النهاردة هتكون 1200 سعر حراري بالتقريب اللي حاسس ان هي سعرات هتكون قليلة عليه يقدر ان هو مثلا في وجبة الغداء يزود نشويات انا النهاردة منحطيتش في الغداء نشويات نهائي طبعا الافضل لنا لو احنا بننزل وزننا فالعشاء مش هنحط فيه نشويات نقدر ان احنا نضيف بعض السعرات البسيطة عن طريق مثلا الفكهة ممكن نحط معلقة من العسل على وجبة الفطار ممكن نزود شوية منكسرات فيه عندكو اختيارات كتيرة جدا لو انا بعمل سيوم متقطع فانا هحزف الوجبة التالتة اللي فيها الفكهة وحياخد الوجبة الاولى بتاعة الشوفان كوجبة اولى وهياخد وجبة الغداء بتاعتي اللي هي صلطة الدجاج كوجبة تانية وبعمل تمارين عادي جدا وباستخدم جميع المشروبات اللي انا استخدمتها النهاردة في الحلقة انا النهاردة في الحلقة ما قلتلكمشي على موعيد الاكل بتاعتي لان كل واحد ليه موعيده المختلفة ولكن الافضل ان احنا بناخد وجبة الفطار مثلا الساعة تمانية او تسعة وبناخد وجبة الغداء الساعة اتنين او تلاتة بالكتير قوي وبناخد وجبة العاشة الساعة ستة او سبعة فالافضل ان احنا اخر وجبة يعني ستة او سبعة بالكتير قوي نكون مخلصين الوجبة بتاعكم حاجة مهمة جدا لازم ان انتم تثبتوا مواعيد الاكل بتاعكم يوميا دي حاجة جد حلوة قوي لما بنيجي ننزل وزننا يعني لو حنفطر كل يوم الساعة تمانية هيبقى كل يوم الساعة تمانية لو حنتغدى كل يوم الساعة تلاتة يبقى في نفس المكان الحاجة التالية لازم ان احنا نشرب مياه كتير من اتنين لتلاتة لتر وممكن ندعم المياه بتاعتي زي ما انا قلت باللمون والحاجات دي انا مش عاوز ارغي كتير لشن الفيديو حسنه طويل لكن غصبا عني كل يعني الفيديو كله معل مفيدة طبعا اخر حاجة ما ننساش الرياضة تلات مرات على الاقل في الاسبوع اللي قدر يعمل خمس مرات يعمل اللي مش بيقدر يعمل رياضة ممكن ان هو يعمل ماشي في المكان بسيط او ان هو يتمشى كل يوم مسلا نص ساعة اتمنى ان شاء الله تكون الحلقة استفدتم منها النهاردة ما تنسوش لايك وما تنسوش تكتبولي عن اي حاجة انتوا عاوزينها في الكومنتات وما تنسوش بكرة اليوم التاني ان شاء الله باي باي